اشتركوا في القناة الممثل خاص لجلالة المالك المعظم إلى أن تخصيص هذا اليوم من كل عام يوما وطنيا الاحتفاء بالدبلوماسية البحرينية تأكيد لدورها الوطني الراسخ والمتنامي في تعزيز منجزات الوطن وحماية مصالحه وتطوير علاقات التعاون بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مكانة مملكة البحرين على الصعيدين الاقليمي والدولي وأكد سمو إلى أن ما تحققه الدبلوماسية البحرينية من نجاحات كبيرة إنما هو بفضل توجيهات ورؤى جلالة المالك المعظم حفظه الله ورعاه ونهج جلالته السديد في الانفتاح الإيجابي والتعاون للبناء مع المجتمع الدولي وترسيخ مبادئ التضامن مع كافة الأمم والشعوب وفي إطار قيم التسامح والتعايش سائل سموه الله العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بمفور الصحة والعافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر